خلال رحلة عودة النادي الاهلي من الكنغو كابتن سامي قمصان المدرب العام للنادي الاهلي تحدث مع كهربا في الطائرة كابتن سامي أشاد بكهربا أشاد بالوقت اللي شارك فيه أمام مازنبي طلب منه أنه يركز جدا للفترة اللي جاية ما يزعلش من فكرة الجلوس على دكة قلة بودلاء وقال إن الوقت الحالي مهم لكل اللاعبين وإنه مش من المفترض إنه أي لاعب يزعل بما فيهم كهربا وإن الفريق داخل على مواجهات في منتهى الأهمية ومحتاج إن الجميع يبقى متكاتف كهربا لاعب أشتبه حضاكم عارفين وزميله عارفين ومدربينه عارفين قعدته على الدكة دي بتجننه بتزعله بتنرفزه بس هو إحقاقا للحق طوال الفترة الماضية التزام كامل مش بناش أي حاجة من كهربا فزكاء من الكابتن سامي قمصان معناوي إنه يتعامل مع اللاعب وإنه يقوله فرصتك جاية والخبر اللي فات اللي كنت دي سأقال لحالاتكم كهربا من أسبوعين تقريبا أو من ثلاث أسابيع كان مهاجم ثالث في الأهلي الآن بقى مهاجم تاني في الأهلي والد جدا يرجع مهاجم أول في الأهلي وبا سوطا شديده ترجمة نانسي قنقر